طيب نروح لزمينة فاروق صلاح من مقر إقامة الفريق هناك ومقر إقامة بعثة نادي الأهلي في جنوب أفريقيا نتطمن على أخبار الفريق وعلى البرنامج بتاعه ومازال المشوار مستمر يعني الأهلي ما اتعودنا دايما إحنا ما نرفعش الرأي البيضة الرأي البيضة دي مش في قمصنا وبالتالي هنلعب بما إنه الحسابات بتقول إنه كل شيء وارد والأهم إن إحنا نعمل اللي علينا لآخر المشوار مطشين اللي قطن في الكاميرون الهلال في مصر نكسب المطشين دول ونشوف الدنيا هتروح بينا لفين منستقبل فاروق معنا مساء خير يا فاروق وأهلا وسهلا بك مع نفس سادسة عايزك تطمنني على الحل المعنوية الحقيقة يهمني جدا إزاي الفريق يخرج من المطب الصعب اللي حصل المبارح أمام سانداونز والخسارة بخماسية عشان نقدر نكمل المشوار وعندنا يعني سيزن ممتد وعندنا عدد كبير جدا من البطولات اللي مازالنا بالنفس فيها بما فيهم بطول الدول الأبطال يعني خليني في البداية رحب بك زميل العزيز أحمد سبير ورحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وخليني أتفك على كلامك اللي أنت قلته كلام مهم جدا لأن يعني أول خطوات الإصلاح هو الاعتراف بالخطأ وأكيد بنعترف بأخطأنا وده النقطة المهمة جدا مش هنقدر نكابر أو نحايد عن هذا الأمر لكن دايما بنبص للمستقبل ودايما بنقول إحنا مدينين للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي ما عودناش إن إحنا نقصر ما تعودناش مع النادي الأهلي على يعني هذه الظروف وهذه الأحداث لكن دايما المحطات الصعبة أو المطبات الصعبة في تاريخ النادي الأهلي دايما بيعد عليها ويدوس عليها وبيقف وبيرجع النادي الأهلي أقوى من قبل من قبل أكيد الكلام اللي انت قلته فيه مستهلة حديثة كلام مهم جدا يعني أمور كبيرة جدا واسمح لي أن أنا أتكلم بدون كلام يعني مش أقول كلام تجميل أو كلام تزوّق زي ما بيتقال وخليني أتكلم اللي بيتكلم أحمد سمير مزيع قناة النادي الأهلي أو فروس صلاح مرئيس القناة النادي الأهلي لأ اللي بيتكلم هو جمهور للنادي الأهلي إحنا كلنا مدينين إن إحنا بننتمي الجمهور للنادي الأهلي أكيد هنقفل صفحة مباراة سانداونز وأكيد عندنا مباراة مهمة جدا هي مباراة الأوتن الكاميروني مباراة مهمة جدا بالورق بالحسابات أنت لسه داخل دور أبطال لإفريقيا الجيل اللي موجود واللعيبة بيحتاجة مننا كلنا كل الدعم كل المساندة المساندة من القاهرة اللي هنا في جنوب إفريقيا الجميع بيتكاتف يمكن دايما زميلي أحمد فيه فترات بتمر في حياة النادي الأهلي علشان تعرف فيها فلترة مين اللي بيقف وبيساند وبيقف في ظهر الكيان وبنأكد في ظهر الكيان وفي ظهر النادي الأهلي ومين اللي بيبقى معاك وقت الفرح لا أنت تبقى معايا في وقت الفرح وجمهور النادي الأهلي لما بيقول أنا معاك على الحلوة والمرة أعتقد ده مش مجرد كلام لأدي حقيقة بنعش مع النادي الأهلي طبعا زميلي أحمد تكلمت على الحالة المعنوية خلينا أقولك حالة حزن جديدة طبعا بتسيطر على الأفراد بعثة النادي الأهلي اللاعبين وصلهم شعور الجمايير وحالة الحزن اللي عند الجمايير ملامح للاعاب النادي الأهلي بتغني عن أي كلام حالة من الحزن بتسيطر بشدة على اللاعبين وأفراد الأفراد البعثة عايز أقولك إن فيه اجتماع تم ما بين أفراد الجهاز الفني وفيه اجتماع تم ما بين اللاعبين يعني اللاعبين مجموعة اللاعبين اجتماعوا طبعا مع بعض أكيد اتكلموا وأكيد وصلهم هذه الأمور وحالة الحزن اللي عند كل جماهير للنادي الأهلي لكن دايما بنقول المستقبل لازم أن نبص على مباراة القطن الكاميروني مباراة محتاجة استعداد مهم جدا مباراة التلات نقاط فيها مهمين جدا الانتصار مهم جدا خلال هذه الأيام وفترة تواجدنا في بريتوريا رفع الروح المعنوية لللاعبين وده الدور اللي بتقوم ببعثة فريق النادي الأقلي وكل المحطين توفر جوه من الهدوء وجوه من الروح المعنوية لللاعبين لأن واضح مدى تأثر اللاعبين الشديد جدا بهذه الهزيمة خليني أقولك إن طبعا الفريق استقني في النهاردة تدريباته في صباح اليوم على ملاعب جامعة بريتوريا يعني طبعا كان فيه مجموعة التمرين خفيف للمجموعة اللي شاركت باللقاء بالأمس مع جانب من التدريبات الاستشفائية ثم اللعيبة اللي ما شاركتش طبعا فيه مباراة المالي دي ساندونز كان تدريب على ملاعب جامعة بريتوريا بستر مارسل كولر اجتمع طبعا مع اللعبين سواء المجموعة اللي شاركت فيه اللقاء بالأمس أو المجموعة اللي كانت ما شاركتش كلم طبعا فيه المرحلة اللي جاية إيه احنا بنخطط للمرحلة اللي جاي مهم جدا تجاوز هذا الامر ومهم جدا نسيان الهزيمة اه اكيد الهزيمة لها تأثير كبير جدا لكن احنا عندنا مباراة مهمة جدا زميل احمد مباراة القتن الكاميروني طبعا بعض اللاعبين اللي كان عندهم بعض اللي خرجوا من ارض الملعب ليه الصباط او الامور الصباط العضلية او الشعور بيجاد كلها امور طبية طبعا انا هنقف عليها من خلال الدكتور احمد ابو عبل عشان نشوف مينة يكون موجود معنا ان شاء الله في مباراة القتن الكاميروني زي ما زميل احمد احنا بنأكد على اللي احنا لمسينه وخلينا اقول لك انت موجود مبارح علشان احنا دايما بنقول بنعترف بالاخطاء ودايما ان احنا من خلال قناة الناد الاهلي بنلقر الصورة بمنتهى الحياد ومنتهى الرقي عايز اقول لك انت موجود في ملعب فريق ماميلودي سانداونز خمسة او واحد وخمسين الف متفرج او فيما اكثر من خمسين الف ومتفرج منتهى الرقي والاحترام والتأدير للناد الاهلي من جانب جماهير سانداونز مع خروج الناد الاهلي من ارض الملعب كان فيه تشجيع وتسقيف من جماهير ماميلودي سانداونز للعب للناد الاهلي يا زميل احمد انا بتكلم كلام بعيدا عن الامور او الدبلوماسية بنتكلم في امر مهم جدا اكثر من خمسين الف متفرج ازازة مية حدفت عليك من جانب جماهير اقول لك الحقيقة ان صورة سانداونز كجهاز فني وكلعبين وكادارة وكجماهير يعني ظهرت بافضل ما يكون الحقيقة واعتقد انه العلاقات بين الاهلي وسانداونز يعني علاقات قوية جدا ومتينة جدا بس خليني اختم معاك الجزء الخاص بالتدريب يعني يمكن طبعا شوفنا السلاية ظهر في المباراة خلاد عبدالفتاح كان موجود في القيمة عايز اعرف كمان الشحات لان انا عرفت ان الشحات ممكن جدا يكون جاهز لمباراة القطن الكاميروني فاتطمن منك على قيمة الغيابات المؤخرا عن النادي الاهلي ومين منه ممكن يرجع للصورة قبل مطش القطن في الكاميرون ان شاء الله يوم الجمع يعني خلينا اكد لك زميلي احمد بالفعل على جهازات حسين الشحات اللي ان شاء الله يكون جاهز ان شاء الله مع الفريق في مباراة القطن الكاميروني بالمناسبة يعني هو كان مفضل مستر مارسل كولر فترة راحة اكتر لحسين الشحات لكن كان حسين الشحات على مدار اليومين الماضيين ادى التدريبات شارك في اليوم الاول في جزء من التدريب ثم كان التدريب الختامي شارك فيه بالكامل ولكن فضل الجهاز الفني ما يجذفش بحسين الشحات في هذه المباراة من اجل طبعا مباراة القطن الكاميروني خالد عبد الفتاح بأكد لجهازيته لذي المباراة عمر السلية طبعا كل اللعبين ان شاء الله النادي الاهلي يكون خيال للاصابات في هذه المواجهة لا تحقيق الانتصار في مباراة القطن الكاميرون بشكرك شكرا جزيلا زمنا العزيز فاروق صلاح من